بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً متابعيني كرام وأهلاً وسهلاً على كل اللي بيسمعني لأول مرة معكم مصطفى قناة يوتيوك اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعل الجرس حاب بعرفوني في قناة الثانية قناة الثانية اسمه يوتيوك معرفة اشتركوا ودعمونا في القناتين ويتابعونا على قنوات يوتيوك القناتين بنزل فيهم موضوعات وضعيات إدماجية وإنشاءات هتستفيدوا لو اشتركتم في القناتين هتستفيدوا أكيد هتستفيدوا فانتو تدعمونا باشتراككم وتافيلكم للجرس ولو عجبك الفيديو أو أخذت التعبير أو أخذت جزء منه الوضعية أخذت جزء من الوضعية اعمل لنا اللايك وكومنت حل للقناة فضلاً وليس أمراً اليوم وضعية ادماجية عن صهرة عائلية لسنة ثانية متواصل في أحد المتابعين طلب مني هذه الوضعية ولكن لا أعلم ما يريدها بطريقة حواري توجيهي أم يريدها بطريقة أخرى فأنا كتبت على الأساس أني ثانية متوسط عليهم حوار وتوجيه يارب تكون الوضعية صحيحة وتكون هي المطلوبة اللي هي يريدها يعني الحوار والتوجيه ندينا في المقدمة المقدمة جعلتها كده يعني تمهيد للوضعية في المنزل اجتمعنا أنا وعائلتي وعمي في صهرة عائلية فضار حوار بيننا حول سلة الرحم المقدمة جعلت فيها يعني مؤشرات النمط الحواري اللي هو انصر الزمان والمكان انصر المكان والزمان يعني والشخصيات أنا وعائلتي وعمي والمكان في المنزل يعني تمهيد للموضوع المقدمة قلت قلت يا عمي أفرحوا كثيرا أفرحوا كثيرا عندما يزورون قاربنا ونزورهم ضحك أبي وقال تعد صلة الرحم يا أبنائي من الواجبات الاجتماعية ولقد أمرنا الله بها لما لها من أهمية عظمة فهل تعلمون أهميتها قلت صلة الرحم تعمل عن نشر المودة والمحبة والألفة قالت أمي ولكن هناك الكثير من الناس لا يصلون رحمهم رد عمي إن صلة الرحم من أجمل الطاعات ثوابا فيها الدنيا والآخرة فعلينا جميعا أن نكون من المتقين وداعين للخير فلننصح الناس بصلة الرحم لأن تركها تعتبر معصية وذنب عظيم فعلينا جميعا أن نكون من المتقين وداعين للخير فلننصح الناس بصلة الرحم لأن تركها معصية وذنب عظيم نكمل الوضعية أكمل أكمل أبي ينباك التقرب إلى الأقارب ومعاملتهم معاملة حسنة وكذلك التصدق عليهم إذا كانوا من المحتاجين فالقريب أولى بالصدقات ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم فإياكم بقتل الأرحام لأن عقابها شديد أضع النقطة أو التعبير يبدو أن ينتهي بالنقطة طلب في هذه الوضعية يعني اسم مقصور واسم منقوس أو لا اسم مقصور وعندنا كمان كذلك عزمة اسم مقصور أما المنقوس فأنا بصراحة كتبته في جم يعني جمحته المتقين هنا داعين برضو هي أصلا مفردها متقي وداعي المتقي وداعي الاثنين هنا اسم منقوس ولكن هما جمع جبتهم في الوضعية جمع جاءت في الوضعية جمع لدينا مؤشرات النمط الحواري والتوجيهي الحوار نمط الحواري للتسكير أنا أعلم أنكم تعرفوها جيدا ولكن للتسكير النمط الحواري اللغة السهلة البسيطة علامات الوقف الخاصة بالحوار النقطتان الفاصلة المزدوجان أفعل القول قال أجاب أضافة تابعة أكملة ردة ضمائر متكلم والمخاطب جمل إنشائية الاستفهام وتعجب ونداء في المقدمة طبعا المقدمة تكون زمان ومكان وشخصيات متجاورة وتكون تمهيدا للموضوع الحوار أما العرض الحوار يقايم بين الشخصيات الخاتمة الهدف والمغزى التربوي الهدف والمغزى التربوي كده هنجد المؤشرات النمط الحواري في المنزل في المنزل حددنا المكان أنا وعائلتي وعمي شخصيات وهنا كمان صهرة عائلية في الصهرة قلت قال وقلت قالت رد أضافة أكملة أفعال القول جمل إنشائية فهل تعلمون أهمية جمل إنشائية طبعا الحوار يا أبنائي نداء جمل إنشائية تبع الجمل إنشائية وأنا مظللة مظللة هنا أو اللون الوراني دات مؤشرات النمط التوجيهي فعلينا جميعا توجيه فلننصح توجيه برضو فلننصح الناس هنا مؤشرات النمط التوجيهي نصائح وأوامر نصائح وأوامر وتوجيهات ونواهي ونداء برضو نبغي التقرب نبغي توزيف أفعال اللزام نبغي عليك نتوجب عليك وهنا إياكم 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 استعمال أسلوب الإغراء عفوا التحذير استعمال أسلوب التحذير إياكم إياكم واستخدمنا طبعا ضمائر ضمائر متكلم وضمائر ضمائر المخاطب سواء في الحوار أو في التوجيه نستخدم ضمائر المتكلم ضمائر المخاطب أشكركم على حسن الاستماع وأترككم في رعاية الله وحفظه لا تنسوا اللايك ومانت حلوا للقناة وفعلوا الجرس واشتركوا اللي بيسمعني الأول مرة وماشتركش اشترك لو ستحتم تشير الفيديو وعجبكم الفيديو وشيروه أراكم في الفيديوهات القادمة وأترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وكاتش وغلقها من الوقت باستشعر بحبكة محبكة من الوقت من المبنية بحبكة بحبكة ترجمة نانسي قنقر